أكدت مصر والأردن الرفضة الكاملة والتحذير من الأثار الإنسانية الكارثية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية والتي تحرم أهالي قطاع غزة من شريان الحياة الرئيسي للقطاع وتعطل المنفذ الآمن لخروج الجرح والمرضى لطلق العلاج ودخول المساعدات جاء ذلك خلال استقبال رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة لتناول الأوضاع في قطاع غزة فضلا عن تعزيز مجالات التعاون الثنائي استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء ووزير الدفاع بالمملكة الأردنية الهاشمية وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس الوزراء الأردني حرص في مستهل المقابلة على نقل تحيات وتقدير الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن إلى السيد الرئيس وهو ما فمنه سيادته مؤكدا لاعتزاز بالعلاقة الخاصة والتاريخية التي تجمع بين شعبي وقيادتي البلدين ومشيرا إلى الأهمية التي تليها مصر لعلاقات التعاون الثنائي بهدف تحقيق المصالح المشتركة وتحقيق طموحات الشعبين الشقيقين في تحقيق التنمية الشاملة لا سيما في ضوء الانعقاد الجاري بالقاهرة للدورة الثانية والثلاثين من اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء الدولتين وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضا الأوضاع في قطاع غزة التي تمر بمرحلة غاية في الدقة في ضوء الجهود المضنية للتوصل إلى هدنة شاملة في القطاع وتبادل للأسرى والمحتجزين بما يضمر الانفاذ الفوري والكامل للمساعدات الإنسانية بشكل مستدام وبلا عوائق للحد من المأساة الإنسانية التي يعاني منها أهالي القطاع حيث تم في هذا الصدد تأكيد الرفض الكامل والتحذير من الآثار الإنسانية الكارثية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية التي تحرم أهالي غزة من شريان الحياة الرئيسي للقطاع وتعطل المنفذ الآمن لخروج الجرحة والمرضى لتلقي العلاج ولدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية وفي هذا الصدد تم تأكيد أن الأوضاع الحالية تفرض على المجتمع الدولي للطلاع بمسؤوليته للتوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار مع المضي قدما بجدية وفاعلية في إنفاذ الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية بما يحقق العدل والأمن والاستقرار الإقليمي ويفتح آفاق التنمية لجميع شعوب المنطقة ترجمة نانسي قنقر